المحور الثالث لهذا العرض يتعلق بخصيلة الأنشطة القضائية ومراقبة التصريح بالممتلكات ومراقبة حسابات الأحزاب السياسية في هذا المجال أصدرت المحاكم المالية خلال الفترة المتدة من 2021 وإلى حدود أواخر هذا الشهر أبريل الماضي 2023 أصدرت في إطار اختصاص تأديب المتعلق بالميزانية والشؤول المالية ما مجموعه 198 حكم وقرار قضت بموجبها هيئات هذه المحاكم بعقوبات بمبلغ إجمالي قدره 24.992.544.88 درهم في حق المسؤولين الذين ارتبت ارتكابهم لمخالفات مستوجبة للمسؤولية هذه المؤخدات تتعلق أساساً بتفويت مداخيل مستحقة لجماعات ترابية بسبب اختلالات في فرض وتحصيل المداخيل الجماعية والتقصير في اتخاذ الإجراءات لازمة لضمان التوازن المالي في عقود التدبير المفوض من خلال التقصير في مهام الإشراف ومراقبة تنفيذ عقود التدبير المفوض وعدم إلزام الشركات المفوض لها بتنفيذ التزاماتها التعاقدية وشملت المساءلة حالات أخرى كالإشهاد غير صحيح على استلام مواد وخدمات وعدم احترام مصاطر تسلم المؤقت والنهائي وكذا حصول المتعاقد معهم على منافع نقدية غير مبررة برسم الصفقات المعنية في مجال التدقيق والبتي في الحسابات أصدرت المحاكم المالية منذ سنة 2021 إلى غاية ما تم أبريل 2023 ما مجموعه 4277 قرار وحكم نهائي تم بمقتضاها التصريح بعجز في حسابات المحاسبين العموميين المعنيين بمبلغ 447.751.755 ديرهم المخالفات همت شكلت موضوع أحكام وقرارات بالعجز همت حالات عدم اتخاذ المحاسبين العموميين للإجراءات الواجبة في مجال تحصيل المداخل عدم مراقبة صحة حسابات تصفية مبالغ بعض النفقات المؤدات سجل المجلس وهذا مؤشر جيد خلال الفترة نفسها أنه تم تحصيل ما مجموعة 8.3 مليون من طرف المحاسبين العموميين قبل الأحكام النهائية أي بعد توجيه إما الملاحظات أو توجيه القرارات والأحكام التمهيدية بشأن الأفعال التي قد تستوجب عقوبة جنائية أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 28 أبريل 2023 على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة 18 ملف تخص 14 جماعة رابية ومؤسستان عموميتان تابعتان لقطاع التعليم العالي وشركة للتنمية المحلية بجهة الرباط ثل القنيطرة وشركة موفوض إليها تدبير مرفق النقل الحضري بجهة فاس مكناس وذلك قصد اتخاذ المتعين بشأنها وفق المساطير الجاري بها العمل ويتم تتبع مآل هذه الملفات بتنسيق وثيق مع النيابة العامة لدى المجلس ورئاسة نيابة العامة إذ يتم إخبار الوكيل العام لدى المجلس الأعلى للحسابات بالإجراءات المتخدة بشأن الملفات المحالة بشكل دوري ومنتظم وهذا يعتبر تطبيقاً لمادى 11 من مدونة المحاكم المالية ويتم في إطار مذكرة التعاون التي تم توقيعها في يونيو 2021 بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة نيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات وعن مدى تقدم مسترة المتابعة للملفات الثمانية عشرة المحالة على رئاسة نيابة العامة فانطلاقاً من المعطيات الأخيرة آخر شهر أبليل ست ملفات في مرحلة الحكم جوج ملفات قيد التحقيق عشر ملفات في طور البحث الأفعال المكتشفة من طرف المحاكم المالية والتي تمت إحالتها على القاضي الجنائي تتعلق إما باستعمال ممتلكات جهاز عمومي لأغراض شخصية إما بتقديم حسابات غير صحيحة تتعلق أيضاً بأداء نفقاتهم في غياب العمل المنجز تتعلق أيضاً بالمبالغة في أتمان الطلبيات العمومية وتتعلق أيضاً بتوجيه مصطرة إسناد طلبيات عمومية بشكل يخالف مبادئ المساواة والمنافسة لولوج الطلبيات العمومية ويمنح منفعة للغير